هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الشباب ويأتي هذا الموضوع استجابة لنداء كثير من الآباء وكثير من المربين يتساءلون كيف نستفيد من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه وتربية أبنائنا ولا شك أن الموضوع ملح لا شك أننا حينما ننظر إلى واقع شبابنا الآن لا بد لنا أن ننهج منهج الإصلاح الذي خطه ورسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فكثير مننا يلاحظوا أن الشباب الآن هم مجموعة من التحديات تحديات سلوكية مرتبطة بالانحراف، مرتبطة بالشهوة، مرتبطة بعقوق الوالدين، تحديات سكرية، شيوع الإلحاد، شيوع الأطروحات الشاذة فلذلك ينبغي لنا أن نسترشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نسترشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك حينما نتأمل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نجدها شخصية غيرت الوجود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد مجموعة من السلوكيات المنحرفة كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كشخصية وجودية لها مشروع حضاري هذا هو الذي ينبغي علينا أن نتصوره في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير فكثير مننا يتعامل مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الوجدانية فقط ولا يتعامل مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جاء بمشروع حضاري لهذه الأمة نعم مشروع حضاري هذا المشروع يمكن لك أن تغير به كثيرا من السلوكيات يمكن لك أن تجعله منهجا للحياة ولذلك يتساءل كثير من الآباء وكثير من الأمهات خصوصا في بلاد الغرب في بلاد الغرب التحديات التي تواجهها الأسر هي كبيرة جدا لأنك في البلاد الإسلامية فإن تجد معونة من المجتمع تجد مساندة من المجتمع كثيرا من التقاليد وكثيرا من العادات التي هي تلتقي مع الإسلام من مثل الحشمة والحياء وطاعة الوالدين ولا شك أنها من صميم ديننا الحنيف لكن في بلاد الغرب قد لا يجد الإنسان من يعينه على أبنائه ولذلك أول شيء التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره جاء بمشروع حضاري لهذه الأمة هذا المشروع الحضاري الذي يتوجه إلى الاعتقاد وإلى السلوك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم صلى الله عليه وسلم أرسل وجدهم يئدون البنات فكيف حارب هذه العادة؟ فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زرع مجموعة من القيم التي من خلالها أصبح الإنسان يتمنى لو كانت له بنت وهو صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات كن له مجاء من النار قال رجل واثنتان يا رسول الله قال واثنتان ثم قام الثالث الثاني فقال وواحدة يا رسول الله قال وواحدة تصور معي في مجتمع كان يفتخر ويتباهى بوعد البنات الله سبحانه وتعالى عاب عنهم صنيعهم هذا فقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب القتلت فغير هذا التصور في مجتمع كان يتباهى بكثير من العادات السيئة كشرب الخمر وقطع الأرحام والإغارة على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه السلوكيات ولذلك عندما نتأمل في كثير من الآباء والأمهات هم يجهلون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أنت تجهل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تريد أن تسترشد بها في تغيير سلوك أبنائك ولذلك أول شيء ينبغي أن نتوجه إليه بالخطاب هم الآباء والأمهات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم ما هي مقوماتها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير نظريات التغيير كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكسب هذه القلوب ما هي نظرياته التربوي صلى الله عليه وسلم مقومات خطابه الذي كان خطابا واقعيا مع الشباب كان لا يستهدف الوجدان فقط وإنما كان يستهدف الوجدان وكذلك العقول فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشباب وتعامل مع مشكلات هؤلاء الشباب في ظل ما نعانيه الآن من وسائل التصال المفتوحة التي عوضت دور الأسرة في ظل ما نعانيه من استهداف أبنائنا من الأطروحات الإلحادية في ظل ما يعانيه أبنائنا من الاستقطاب الحركي الحزبي الذي يواجبونه في مجتمعاتهم ينبغي علينا أن نحصن هؤلاء الأبناء أول سؤال ينبغي أن تسأله لنفسك ماذا تريد من ولدك ماذا تريد من ولدك ماذا تريد من بنتك كثير مننا الآن هو يفكر في مستقبل أبنائه وهو حزين لأنه يريد أن يحضر جوابا لسؤال ما هو هذا السؤال حينما يسأله الناس ماذا يفعل ولدك من أين تخرج ولدك ما هي المدرسة التي دخلها ولدك ولذلك ينبغي أن نكون صرحاء مع أنفسنا أن كثيرا منا يريد أن يتباهى بأبنائه يريد أن يحقق شيئا عجز عنه في أبنائه ولكن ينبغي علينا أن نبحث عن الشاب الصالح عن الغلام الصالح عن البنت الصالحة ولذلك كل تربية لا تستهدف أن يكون ابنك صالحا في هذا المجتمع محققا للعبودية فهي تربية لن ينتفع بها هو وقد ينتفع بها بعض الناس على مستوى الإنسان فقط لكن على مستوى الديني على المستوى القيمي على المستوى الأخلاقي فلن ينفعك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قال لهم أتدرون من الرقوب قالوا يا رسول الله الرقوب أولد له قال النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا يوم القيامة أن الإنسان يكون له أبناء يربيهم وهذه التربية ما هي يقول أنا أشتري بلبس وأشتري لهم الطعام واشتريت لهم المسكن مقومات هذه تسمى أمور مقومات نفقة فقط هذه الأشياء هي من مشمولات نفقة وليست التربية التربية التي نريد هي التربية التي تستهدف الروح هي التربية التي تنطلق من مبادئ الإسلام أنت في بلاد الغرب تواجه تحديات أكثر من غيرك فقد ينقطع نسلك الآن ابنك أنت تعلمه القرآن وتحرص له على الصلاة وتحرص له على كثير من التقاليد والعادات لتربطه ببلده ولكن هل سألت نفسك أين هو ابن ابن من هذه المنظومة الغربية أين هو ابن ابني ابني هل يستمر نسلي على الإسلام فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن تربية أبنائنا هي حفظ لنسلنا وهي حفظ لبقاء هذا الدين متوارثا عبر الأجيال فلذلك ينبغي علينا أن نسترشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح ولا شك أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي شخصية فريدة الله سبحانه وتعالى لما علم حاجة الإنسان إلى الاقتداء والتأسي دله على نبي صلى الله عليه وسلم هو بلغ الغاية في الجمال والجلال وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة هذه القدوة الحسنة هي في النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم قد نسترشد ببعض كلام غير المسلمين لأجل أن نعرف قيمة ما عندنا وليس لأجل أن نجعل أقوالهم هي الفيصلة أو هي الحجة في ديننا بعض المستشرقين يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هي الشخصية التي بلدت على ضوء من الشمس فنحن نعرف شبابه ونعرف وينه صلى الله عليه وسلم ولمتأمل في حياته أن يجد في شخص النبي صلى الله عليه وسلم محل الاقتداء كلامه هنا يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا ورسولا وعظيما من العظماء نحن نعرف تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم وكل واحد مننا يجد ضالته في سيرته صلى الله عليه وسلم التاجر يجد قدوته في النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان التاجر الأمين الأب يجد قدوته في النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان المربي الزوج يجد ضالته في النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محل الاقتداء كان شخصية متكاملة صلى الله عليه وسلم فقد زكاه الله تعالى خلقا وخلقا ويصدق فيه قول الشاعر فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عامل هؤلاء الشباب ينبغي علينا بلغة العصر أن نتحدث عن نظريات تربوية نبوية النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنظريات تربوية في مخاطبة الناس وفي معاملة الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ولذلك إذا تأمنا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح أول شيء نجد أن منهجه في الإصلاح كان قائما على تغيير السلوء على المعاملة بالحسنة وعلى كسب القلوب قبل تغيير السلوك أنت مع أبنائك والأم مع ولدها والأب مع بنته ينبغي لك أن تعلم أنك إذا كسبت هذا القلب وإذا صار الأبناء يحبونك أصبحت قلوبهم أوعية مفتوحة لكل نصائحك ولذلك كثير من الآباء والأمهات ينطلق في تربيته لأبنائه من منطلق الزجر ومن منطلق القوة ولا يعلم أن إذا فتح القلب لك وإذا اطمأن لك الناس وإذا كسبت قلوبهم فيصبح الإنسان أدعى إلى قبول النصيحة منك لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه والقلوب فطرت على الميل إلى من يرأف بها ويحسن إليها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الرجل الأعرابي فيمسكه من تلابيب ثيابه من مقدم ثيابه صلى الله عليه وسلم وقد أثر في عنقه الشريف فيقول له الرجل أعطني من مال الله لا مالك ولا مال أبيك النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه ويقول لهم أعطوه من مال الله فيرجع الرجل إلى قومه وهو يقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا المنهج في التغيير هو قائم على المعاملة بالإحسان بالله عليك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال إن مرأة عذبت في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض إذا سمعت هذا الحديث تحركت إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى دجاجة وهي تطوف خائفة فيقول من فزع هذه فيقول بعض الصحابة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حركتها عن عشها وكان بالعش فراخها فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليها فراخها هذا هذه التي كسبت قلوب الملايين النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق من كسب هذه القلوب ومحبة هذه القلوب هذا النبي الذي أحبه الشجر والحجر وهو الذي كان يخطب على جذع فلما صنع له المنبر نزل من على الجذع فسمع له أنين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم وضع يده على هذا الجذع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني وضعت يدي على هذا الجذع لظل هكذا إلى قيام الساعة يقول الحسن البصري جذع حنى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما بال المسلمين لا يحنون إلى سنته وإلى هديه صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنه يحبنا ويحبه ويقول إني لأعلم حجرا بالمدينة كان يسلم علي أليس حريا بنا أن نقتدي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أليس حريا بنا أن نتوجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فنرى كيف كان هذا الخطاب واقعيا كيف كان هذا الخطاب قادرا على تغيير هذا السلوك البشري فإذا كسب الإنسان هذه القلوب فيكون ذلك أدعى إلى تغييرها يكون ذلك أدعى إلى أن نغير هذه السلوكيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان خطابا واقعيا حينما يأتيه الشاب فيقول له يا رسول الله ائذلي في الزنا النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يقول لهذا الرجل كما قال لغيره اتق الله وبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصايا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خطابه موجها لهذا الشاب استعمل معه أسلوبا عقليا وهو قياس العكس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أترضاه لأختك قال له لا يا رسول الله قال ولا الناس يرضونه استعمل معه أسلوبا عقليا ليزجره ولما علم في فترة الشباب من أنها تنطلق فيها شهوة الإنسان ويكون فيها شيء من التمرض ومن العصيان ولذلك إذا أردنا أن نغير سلوك هؤلاء الشباب باعتبارنا مربين وباعتبارنا أولياء أمور ينبغي أن ننطلق من منطلق خطابهم بالعقل ينبغي أن ننطلق من منطلق الحوار معهم ولذلك كثير الآن من الشباب يعانون من شبه إلحادية جاءني قبل أيام شاب يقول لي إن من شأ الدين هو الخوف فقلت له من أين علمت أن من شأ الدين هو الخوف قال ذكر لي بعض الناس أن الأقوام السابقة كان جهلها ببعض الظواهر الطبيعية وجهلها بعيلة لهذه الظواهر كان يحركها إلى اختراع بعض المعتقدات وكان يدفعها إلى التدين فقلت له لا شك أن من شأ التدين عندنا نحن المسلمين هو الوحي وهو من الله سبحانه وتعالى ولذلك من شأ الدين عندنا ليس هو الخوف وهذه الأطروحة هي نفس الأطروحة التي نادى بها ديفيد هيوم ونادى بها مجموعة من الفلاسفات الذين يرون أن من شأ الدين هو الخوف أن الإنسان يتدين لأنه يخاف ولأنه يجهل تفسير كثير من الظواهر فيختزل خوفه وعقده الاجتماعي في التدين هذا الكلام هو كلام مقدمته خاطئة لماذا؟ لأنه بني على اعتقاد وهو أن هذا الدين ليس له مناشئ عقلية ومناشئ فطرية وهذا الدين بني على مناشئ عقلية وعلى مناشئ فطرية من شأ الدين هو الوحي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نميز بين منشأ الدين وبين أن الإنسان يتدين بفطرته لأن الإنسان يجد نفسه عاجزا عن تفسير كثير من الظواهر فيدرك عجزه ويدرك أن هذا الكون يتحكم فيه الله سبحانه وتعالى ثم إن الذي يقول أن منشأ الدين هو الجهل بعلل الظواهر وأن منشأ الدين هو الخوف يفترض أن هؤلاء الفلاسفة يجرون تجاربهم على بعض المجتمعات ولا يدركون أن المجتمعات تختلف في بنيتها الدينية والفكرية إذن نريد أن نواجه هذه التحديات التي يواجهها أبناؤنا وشبابنا منطلق النبي صلى الله عليه وسلم كان منطلق الرحمة كان منطلق مخاطبة هؤلاء الشباب بما يعقلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه رجل فيقول له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود هذه واقعة خطيرة لأن فيها نفي العرض وفيها اتهام للعرض لزوجته أنا هذا الرجل أبيض وزوجته امرأة لونها أبيض وولدت غلاما أسود مباشرة سيتهمها بالزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألك نوق ألك جمال قال نعم هل فيها أورق وهذا الأورق هو الجمال الذي يميل إلى اللون الأسود هو البنيت داكن أفيها أورق قال نعم قال فما ترى ذلك أي فما ترى السبب أن هذا الجمال كان أورقا قال لعل عرقا نزعه قال كذلك ابنك لعل عرقا نزعه وانتهى الخلف وانتهت المسألة فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بخطاب عقلي ثم إن منطلق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو منطلق تدعي بسنوك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بلال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع خشخشة عليك في الجنة فيقول له صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيقول بلال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وأحدثت ركعتين ركعتين وضوء فتخيلوا معي أن بلالا لما سمع إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة هل يدعو الركعتين بعد أن علم أن سبب هذه الخشخشة في الجنة هو الركعتان هل يدعو الركعتين بعد الوضوء لا يدعوهما هذا تدعيم السلوك لا يمنعك كبرياءك ولا لا يمنعك أي شيء من أن تثني على ابنك إذا فعل بعض الأفعال جيدة أن تثني عليه أن تعظم هذا السلوك أن تثني المرأة على بنتها ولذلك أقول لكم التربية تنطلق منا إلا أنا شافني الإبن ديالي إذا أدل المؤذن قمت إلى الصلاة وقمت إلى الوضوء وإلا شافت الأم ديالة محجبة وإلا شافتها متدينة سوف تكون على أخلاقها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجن ولكن يعود التدين أقربوه الآن نحن أنتم ليس نحن أنتم في أورا كثير من الآباء يذهبون بأبنائهم لتحفيظ القرآن قال لي مرة مرة قال لي الآباء الأبناء إن أبي يذهب بي إلى الكتاب لأحفظ القرآن وعندما ينتظرني يأخذ هاتفه فيبدأ باللعب في بعض الألعاب الإلكترونية في الهاتف ويبدأ في تقليب صفحات الفيسبوك قال لي هذا الإبن كيف أن أبي يمسك الهاتف ولا يحفظ معي كثير مننا يريد أن يسكن الآلام فقط تسكين الآلام يذهب بأبنائه إلى الكتاب يحفظهم شيئا من القرآن وهو يسكن الآلام فقط وليس له مشروع تربوي ولكن هذه التربية هي فقط هبة هي فقط مرحلة فقط التربية لا ينبغي أن تكون مرحلة إذا ذهبت بإبنك ليحفظ القرآن ينبغي لك أنت الأول أن تحفظ القرآن ينبغي لك أن تمسك المصحف وتنافس ابنك على حفظ القرآن كثير مننا يريد أن يحفظ ابنه القرآن لكنه لا يبالي هو لا زال يقرأ في الصلوات بقصار الصور ولا يريد أن يرتقي بمحفوظه من القرآن ثم من منطلق تدعيم السلوك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لما أسري به وجدت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من العرب قلت أنا رجل من العرب قال هذا لرجل من أتباع محمد قلت أنا محمد فقالوا هذا القصر لعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك فلم أدخل فبكى عمر رضي الله عنه هذا أسلوب من أساليب التربية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعم السلوك حينما يقول للصحابة إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله ما هما يا رسول الله الحلم والأناء لا شك أننا ينبغي علينا أن نعرف هذه المرحلة التي نخاطبها المشكلة أننا لا نعرف هذه المرحلة التي نخاطبها وهي مرحلة الشباب مرحلة التمرد مرحلة إثبات الذات مرحلة يريد هذا الشاب أن يبرز ذاته ويريد أن يكون له رأي ويريد أن يكون له اختيار والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عالما بهذه المرحلة فقد خص هؤلاء الشباب بخطاب ولذلك يقول لهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ما يقول لهم شاب نشأ في عبادة الله هذا أسلوب تربوي لما كان الشباب مظنة الوقوع في المعاصي ومظنة الوقوع في الشهوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم تمسكك بالدين في هذه الفترة التي تهيج فيها شهوتك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله لهم ولا يزكيهم منهم أشيمط زان وهو شيخ زان لما كانت الشيخوخ مظنة لذهاب وقد عظم إثم الإنسان ولما كان الشباب مظنة لتحرك هذه الشهوة فكلما امتنع الإنسان عن شهوته كلما عظم أجره ولذلك الآن رمضان الآن رمضان هو فرصة ذهبية رمضان ماذا يريد الشرع منا في رمضان أن نربي شيئين عظيمين قوة الامتناع وقوة الإقدام قوة الامتناع أن يمتنع الإنسان عن شهواته وقوة الإقدام أن يقدم الإنسان على العبادة ولذلك هذه الإزدواجية نجدها في الخطاب الشرعي نجد أن الشرع يحفزك على الامتناع عن الشهوات في رمضان ويحفزك على العمل في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صاعم رمضان تربية لقوة الامتناع وتربية لقوة الإقدام هذه المرحلة التي خصها ربنا بخطاب فقال سبحانه إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى ليبين لك الشرع أن مرحلة الفتوة ومرحلة الشباب ينبغي أن نخاطبها بخطاب معين خطاب متوجه إلى الروح خطاب متوجه إلى العقل خطاب متوجه إلى الفطرة ولذلك الإنسان يعتقد أن هذا الشاب ليست له مناشئ فطرية يخاطبها كل شاب إلا وله مناشئ فطرية للإسلام لأن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على أن يجد نفسه مهيئا لهذا الدين لماذا لا ندعو هؤلاء الشباب لماذا لا نتقرب من هؤلاء الشباب لماذا لا نتقرب من هموم هؤلاء الشباب أن الآباء ينبغي عليهم الاسترشاد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير كان قائما على الرحمة ولذلك يروي لنا الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي وأبي مرثد قال لهم انطلق إلى روضة خاخ فإن فيها امرأة معها كتاب إلى قريش فانطلق علي رضي الله عنه فلما أدرك المرأة حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أخرج الكتاب قالت ليس معي كتاب قال أخرج الكتاب وإلا جردتك من الثياب فأخرجت الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعى إلى قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزوكم فرجع بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعى قال له حاطب يا رسول الله والله ما فعلت هذا رغبة عن الإسلام ولا عن أهله ولكن ما من أصحابك إلا وله يد في قريش يدفع بها عن أهله وماله فأحببت أن تكون لي يد أدفع بها عن أهلي وماله فعمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله دعني أضرب عمق هذا الرجل فقد نافق قال يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم منطلق المعاملة بصابقة الإسلام في تغيير سلوك الإنسان عندما يأتيك رجل أنت تعلم أن مواقف هذا الرجل معك هي مواقف مشرفة هي مواقف تخدم الدين أنت تعلم من سيرة هذا الرجل أنه متدين فإذا أتى بموقف واحد خالف فيه هذه السيرة فإننا نقصيه فلننظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الرجل هذا الشاب الذي نخاطب قد يقع في بعض المعاصي قد يقع في بعض الذنوب وهذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان ولذلك يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبة يريد لحركة العالم أن تسير هب أن نفسا غفلت مرة أو قادتها شهوتها إلى معصية مرة لو لم تكن هناك توبة ومغفرة من الله لانقلب الناس إلى شياطين ولكن الله يطمئن المؤمن على أغيار نفسه وأنه حينما يقع في الذنب فذلك لا يخرجه عن حضيرة الإيمان بل جعله الله تعالى من علامات المتقين فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون منطلقات التي نتعامل بها مع الشباب أن نتعامل معهم الرحمة ومنطلق العذر بالجهل وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الإمام مسلم عندما يدخل معاوي بن الحكم السلمي وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل في الصف وهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال معاوي بن الحكم السلمي يرحمك الله قال معاوي فرماني القوم بأبصارهم يصمتونني يريدون مني أن أسكت فقلت واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي لكني صمت فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما سبني ولا شتمني ولا كهرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أقوال الناس إنما فيها التكبير والتهليل وقراءة القرآن فلننظر إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال تكون منزعجا من ابنك أو ابنتك وتكون مغضبا كل إنسان غضبان ويريد أن يلبس غضبه لبوس الدين ولبوس التربية إذا كنت منفعلا فلا توجه إذا كنت غاضبا فلا توجه أبنائك لأن هذا الغضب الذي حضر منه النبي عليه الصلاة والسلام له عواقب على تربية أبنائنا فإن الإنسان إذا أطاع وعمل بمقتضى هذا الغضب فإنه يفسد ولا يصلح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك لا تغضب لا يقول لك هذا ليس نفيا للغضب بالكلية لأن الإنسان يغضب والإنسان لا يتحكم في نفسه ولكن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هو نهي عن العمل بمقتضى الغضب أي لا تغضب لا تعمل بمقتضى الغضب ولذلك دلك على كثير من الأمور تفعلها فإن كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فاتجع أو توضع ينبغي أن ننطلق مع شبابنا ومع بناتنا وأبنائنا من منطلق ننظر في سيرة أبي هران رضي الله عنه حينما يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام فمرة دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله فخرجت وأنا حزين حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله لها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة فقال له يا رسول أدعو الله لي فدعا له فقال اللهم حبب عبيدك هذا في خلق الله فلا يسمع بي عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة إلا وأحبني فرجع أبو غريرة مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أمة خضة الماء فقالت أبو مكانك فخرجت رضي الله عنها وهي تقطر من غسلة الإسلام فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي أن ننطلق مع أبنائنا في توجيه سلوكهم من منطلق الرحمة من منطلق المعاملة بصابقة الإحسان من منطلق المعاملة بخطاب ملؤه القيم الإسلامية ثم كثير من الآباء وكثير من الأمهات تشتكي من تربية البنات لا شك أننا حينما نتحدث عن البنات نتحدث عن شخصية مرهفة ينبغي أن يكون لها خطاب معين هذه البنت تفتح عينها ينبغي لهذه الأم أن تكون قدوة لبنتها ينبغي لهذه الأم أن تعلم أن هذه البنت تراقب سلوكها مع الرجال تراقب لباسها تراقب معاملتها لأبيها ولذلك وينشأنا شخصية مننا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه حينما نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن فاطمة رضي الله عنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها إلا تبسم وقبلها في جبهتها وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم لما يروي لنا بن مسعود في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لما قام أشقى القوم وهو عمر بن أبي معيط لما قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سل جزور فوق ظهره صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود فجاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزاحت عن ظهره ما ألقى أشقى القوم وأقبلت عليهم رضي الله عنها تنهرهم عما فعلوه بنبينا صلى الله عليه وسلم معاملة البنات ينبغي أن تكون معاملة بالرحمة ينبغي أن تكون معاملة تنطلق من تربية هذه البنت على الحياة تربية هذه البنت على قيم الإسلام نواجه مجموعة من التحديات في تربية البنات تحديات مرتبطة بأن هذه البنت قد تأخذ بعض السلوكيات من رفيقاتها في المدرسة ينبغي علينا في كل مرة أن نتفقد السلوك بناتنا وسلوك أبنائنا كثير من الآباء يقول أنا نصحت أنا وجهت أنا في كل مرة أمر بالصلاة ينبغي علينا أن التربية تتججل مرة بعد مرة في كل مرة عندك سلوك معين تريد أن تركزه في أبنائك تريد أن تنقله لأبنائك أنقله بهذا الأسلوك بغيت الرب يولدي على واحد السلوك كنقدم لي واحد طريقة غدا كنقدم لي بطريقة أخرى اليوم قدمت له هذا السلوك بطريقة التحفيز اليوم قدمت له هذا السلوك بطريقة الاقتداء اليوم قدمت له هذا السلوك بطريقة الهدية وهي التحفيز يعني كل مرة وهذا فترة الحجر الصحي التي نعيشها اليوم هي من أفضل المحطات في تربية الأبناء أن الإنسان يربي أبنائه على المحافظة على الصلاة نديروا واحد المكان في البيت زاوية في البيت والبيوت عندنا الحمد لله كنتديروا البيوت كتكون خاوية بعض المرات واحد البيت نخويه ونديره فيه مصلة ويقول لي لأدن المؤدن نجتمع إذا أدن المؤدن نجتمع ونصلي في هذا المكان ونحاول أن نحافظ على فريضة الصلاة في هذا المكان في فترة الحجر الصحي سوف تمر عليك أيام تجد أن أبنائك الآن أصبحوا يواضبون على الصلاة لماذا؟ لأن هذه النفس تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى تقوية فبلاست أن كل واحد فينك يصلي في مكان في البيت نتفقوا على واحد المكان يصليوا فيه هذا المكان هو المصلة دينا والآن الحمد لله هناك فرصة ذهبية وهي رمضان أن نصلي الترويح مع بعضنا هذه الفرصة التي نعيشها الآن في الحزر الصحي أفضل فرصة لتقويم سلوك أبنائنا أنا كانت أعجب كثير من الناس يقول أنا أعاني من الملل الملل يعاني منه الإنسان البطال أما المؤمن فإذا فرعت فانصب المؤمن دائما عنده ما يدير المؤمن الآن يدخل مع تحدي مع زوجته أن نحفظ شيئا من القرآن أن نختم كتابا أن نعمل مصابقة للأبناء هذا اليوم في فترة الحزر الصحي ينبغي أن نقسمه إلى مرحلة للتدريس الأبناء مرحلة لغرس القيم الإسلامية مرحلة للعبادة مرحلة لقراءة القرآن كل هذه الأعمان يفعلها الإنسان في هذه الفترة فنريد أن نحقق الهدي النبوي في معاملة أبنائنا في تربية أبنائنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية هؤلاء الأبناء وأن يبصرنا بعيوبنا والشكر الموصول للجمعية الإسلامية بشمال موريال فما لمسنا منهم أثناء زيارتهم في كندا إلا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأشكر شيخنا الدكتور حسنة الأيام الدكتور زيل عبدين بلفريج فإن كان لأحد منة علية بعد الله سبحانه وتعالى فالدكتور زيل عبدين بلفريج حفظه الله وهو بمثابة الوالد فنسأل الله تعالى أن يحفظه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقوم به في سبيل توعية الجالية الإسلامية في كندا في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله